مرحبا عزيزة ومتابعي قناة بلين بيعين عربية الفيديو ماتنا اليوم هو كيفية إرسال صور بجودة عالية في الواتساب أما الفيديوهات فجودة شوية منخفضة بس كل جزينا قبل ما أبدي لا تنسوني باشتراك ولايك وتفعلون الجرس حتى يوصلكم كل شي جديد من عندي طبعا حاولت لكم على الفيديوهات ملقيت طريقة يعني تقلت جودة مالتها بالإرسال حتى أنا فيديوهات تكون أمينة مية بالمية ومثل ما حطيت لكم علامة استفهام أنه الفيديوهات مو كلها راح تنرسل بنفس الجودة أما الصور فجودة كلش عالية خلونا نروح على الواتساب ونعرف كيف راح نفعل بس راح ندخل على تطبيق الواتساب أنزل على التخزين والبيانات وأنزل على آخر خيار جودة تحميل الوسائط أخليها أفضل جودة فبالنسبة هذه أفضل جودة راح تنقلك الصور والبيانات بأفضل جودة وبس الوقت مالتها يعني شوية يتأخر فهس راح أخذكم على الفيديوهات اللي أرسلتها وكيف تظهر الجودة مالتها شو نتقل أما الصور تبقى نفس الجودة فأدخل على الفيديوهات أدخل على الفيديوهات والصور على استوديو شوفوا عندنا هذا علامة الاستفهام كم الصورة 480 في 848 في 480 ولو هنا هذه النساء الأصلي شوفوا كم الفرق أما بالنسبة للصور فتبقى الجودة كلش ممتازة بهاي الطريقة فهذا الحبيت أقولكم يا ما في أي تطبيق ما في أي طريقة لكن الطريقة اللي راح ترسلها بالعرضية يعني مو بالطول تبقى الجودة نفسها نفس الجودة إذا أرسلت الفيديو بالعرض مو بالطول هذا طولي إذا عرض الجودة راح تبقى نفسها هذا الحبيت أقولكم يا أتمنى استفاديتهم من الفيديو مالتي فيديو قصير معلومات قيمة تستفادوا منها أتمنى تستفادوا من كل شيء لا تنسوني باشتراك ولايك وتفعلوني الجرس حتى يوصلكم كل شي جديد من عندي مع تحياتي من برلين عاصمة ألمانيا مع السلامة أي سؤال أو استيف سؤال كتبوه بالرسائل أرجع أعرض علي وشكرا للجميع مع ألف سلام